من الغاز إلى المشتقات النفطية تتنواب الأزمات على المواطنين في مناطق صيدرة الميليشيات الحوثية وجميعها مفتعلة من قبل الجماعة التي تسعى لإنعاش الأسواق السوداء والتكسب من ورائها أزمة في الغاز المنزلي والمشتقات النفطية تطل من جديد هذه المرة من محافظة إب ومديرياتها المختلفة بعد توقف فرع الشركة اليمنية للغاز في إب عن عمله منذ أيام على خلفية اقتحام الميليشيات لمقر الشركة والاعتداء على موظفها واختطاف عدد منهم واقتيادهم إلى جهات مجهولة لإجبارهم على وقف البيع للمواطنين بالسعر الرسمي وإلزامهم بآلية تتجاوز المواطنين في توزيع الحصص المخصصة لهم من الغاز المنزلي ما تسبب في ارتفاع أسعارها في السوق السوداء بنسب تتجاوز ثلاثة أضعاف السعر المحدد رسميا اليد الحوثية الطائشة حاضرة في كل مرة لحرمان المواطنين وتجريعهم الويلات فإب كمثيلاتها من المحافظات الأخرى الواقعة تحت قبضة الميليشيات الحوثية تشهد أزمات متلاحقة في مادة الغاز المنزلي والمشتقات النفطية وجميعها مفتعلة من قبل الميليشيات فالعصابة الحوثية سبق لها إغلاق أكثر من سبعين محطة بترول في العاصمة صنعاء واحتجاز عددا من الشاحنات المحملة بالوقود متسببة في أزمة خانقة في مناطق سيطرتها وارتفاع أسعار المشتقات النفطية بنسب متضاعفة وهو ما ترمي إليه الميليشيات من وراء أفعالها الممنهجة لإفقار المجتمع وإشغال المواطنين بمشاكل ليس لها نهاية اشتركوا في القناة